السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابي أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم ما تنصرش صلاة على الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقسم معكم هذه الوصفة التي يغزالها بزاف خطيرة تفتيح لون البشرة كتصفي لوجه كتصفي أي مناطق التي حبها أنهم يبيضوا لك بإذن الرحمن هذه الوصفة التي غزالها بزاف وغايت نفاكم خصوصا في هذه المباركة على بركة الله أول شي أنا هنا أخليت معاقة صغيرة دي الملحة ضفت لها شوية دي الماء خسنا ضروري أن ندروا واحد القومج الملحة البنات خطيرة في تفتيح لون البشرة كتبيض كتبيض كتصفي لوجه وكتحيدة دي كل طاش دي الحبوب الأطار دي الشمش الأطار دي الحروق غزالة بزاف بذي طريقة هذي شوية دي الملحة وشوية دي الماء غادي نحكم ندروا مقوماج على اليدين ديالي أو لأي بلاسانتوما بغين أنكم تصفيوها هذي الوصفة هذي خطيرة كتصلاح لوجه كتصلاح المناطق الحساسة كتصلاح الرقبة دي أنا أي بلاسانتوما بغين أنها تصفها لكم فاستعملوا هذي الوصفة هذي بالنسبة للأخوات اللي غادي خافوا من الملحة مع أنها غزالة بزاف يمكنهم يعودوها بالقهوة سافي ملي دلت هذي الوصفة الأولى غادي ندرس الوصفة الثانية اللي يزوينا بزاف تاية دي غل الوصفة الأولى يعني باش نأهلو المرحلة الجاية الملحة راها غزالة بزاف ما تخافوش منها راها كتبيض كتحيد لطاش كتحيد أطار دي الحبوب كتحيد البقا الدكنة اللي عنا فغير ما تخرجوش بها للشمش على بركة الله هنا أنا دلتها قدامكم وغصلتها بالماء باش ندوزوا الوصفة التانية اللي غادي تعطينا واحد البيض واحد صفاء للبشرة دينا واحد النضارة غزالة وما يمنى اللي أخسلت يديه هنا يا غادي ندوزوا الوصفة الوصفة بسيطة جدا مكوناتها حتى هي عندكم متواجدة في البيت أول شي قد ناخد واحد زليفة نخلطوا هاد المكونات المكونات ديل هاد الوصفة هادي قد ناخد واحد المعالقة صغيرة ديل الروز الروز يمكنكم تتحنوا في الدار او لا تشيروا واجد مطحون معالقة صغيرة ديل الروز الروز غزال بزاف تفتيح لون البشرة كيبيض يعني بالنسبة لأخوات اللي عندهم الحبوب لأطر ديل الحبوب راه زمين بزاف وكي نشوف حتى الحبوب يعني بالنسبة لأخوات اللي كيعانيهم الحبوب راه تينشوفوا فغادي نضف لي واحد المعالقة صغيرة ديل نيدو انا هاد القياس اللي اعطيتكم فغادي نستعملوه في الايدين ديالي وفي الوجه ديالي يعني هاد القياس هاد راه كافي انكم تستعملوه في جوجة في الايدين وفي الوجه ثم اللي بتستعملوه في الراقبة تيالكم ولا هذا فاضعفوا المقادير تعمل الحال هاد الوصفة للبنات من اول اول دقيقة غادي استعملوها غادي تغسلو لوجه تيالكم او للايدين تيالكم غادي تحصوا بوحد النظارة زوين غادي تحصوا بوحد الصفاء في الوجه تيالكم صدقون يراها غزالة بزاف ومكونات طبيعيين ما عندكم مناش تخافوا منهم كيصفي والوجه كيبيضوا كعلى المكونات اللي انا كان قسمو معكم كيصفي والوجه هنا انا غادي نضيف معلقة صغيرة ديال النشا نحاول لكم معلقة صغيرة ديال الحليب نيدو معلقة صغيرة ديال الروز ومعلقة صغيرة ديال النشا اولا مايزانة لحسب كل بلد واشنو يسموها مكونات خطيرين بثلاثة بهم تيبيضوا الجه كيصفي والبشرة ديالنا الحامض اختياري هنا غادي نستعمل معلقة صغيرة ديال الحامض الاخوات اللي عندهم حساسية منه يتجنبوا ماشي مشكلة الحامض فقط كيعتنا واحد البياد اللي هو بالزربة يعني صاروخي فالاخوات اللي عندهم حساسية يتجنبوا ديال المكونات كافيين انهم يعتونوا واحد النظار واحد البيوتية صفاء البشرة ديالنا غزالين بزاف واحد الاشارة فقط بالنسبة الاخوات اللي البشرة ديالهم ناشفة فهنا يضيف واحد المعلقة صغيرة ديال زيت اللوز الحلو فقط اللي اخوات اللي البشرة ديالهم ناشفة لنا هذ المكونات هذي فراها زوينة بزاف غادي نضيف لهم واحد الكويص ديال الماء الماء شوية سخون علاش اللي وتشل الغبرة ديال الرز فكتفاعل يعني كتختار لينا مزيان مع الماء الساخن غادي نحرك هذ المكونات كلها ما تكتروش الماء الماء اللي كترته غادي نجيكم الجارية فقط شوية ديال الماء وانتو ما كتحركوا تتحسطوا بذيك المكونات بذيك تشرب هذي طريقة هذي راها غزالة بزاف هالبنات والله العالي العظيم يلزوينا انا مليكا نقول شي حاجة وكان حلف فكان عاف راسي علاش حلفت خافي غادي مثلا خلط هذ المكونات إلا انتو ما جريتوها ولاجاتكم خفيفة ولا هذا زيدوا واحد المعلقة ثاني ديال الرز فقط هذو من المكونات البنات غزالة بزاف البشرة ديالنا كنأهلوها بواحد القومج اللي هو بسيط جدا واحد القومج ديال القهوة او لديال الملح والماء او للقومج ديال القهوة وشوية ديال الزيت نحقوا بيوجه ديالنا او للبلايس اللي احنا بغانا نستعملوا لهم هذ الوصفة عادي ومن بعد نغسلوهم بالماء دافئ ونديروا هذ الوصفة عادي الخلطة دي البنات ضروري انكم تديروها على الوجه لدير اللي هيقومج ما تديروها على وجهكم يعني في زويت لا درتوا على وجهكم في الزيت ولا ما مبصول فما زندنش غطعتكم واحد نتيجة لان الوجه ديالنا او للبشرة ديالنا عندها اصلا واحد الطبقة هي هي مغطيها ما عادش تخليها تشرب فهم البنات لكن ما قلت لكم وجاتكم خفيفة فضيفوا لها ثاني واحد واحد المحلقة اسمحوا لي معلقة ديال الروز او لا معلقة ديال النجا على حسب المكونات اللي عندكم هنا هذ الوصفة هذي بنسبة الاخوات اللي ما عندوش مايزينار ان كلهم يستعملوا معلقة صغيرة ديال الدقيق تحين الابيض فهذا هو غزال بزاف سافي انا كنحركها واذا تشرب هذي نخليها واحد للمدة ديال دقيقة وجدقائق حتى تختار مزيان عاد نديرها للي انا غادي نديرها علي الدقيق قدمكم باش تشوفوا كيفاش غادي تخرج النتيجة شوفوا هي اختارت كما قلت لكم الروز راح كيتشرب مع الماء الساخن كيتشرب ضروري القديد يتحرك باش يتشربوا المكونات كما قلت لكم الاخوات اللي عندهم بشرة ديالهم حساسة فيستعملوا واحد العلقة صغيرة ديال زيت اللوز الحلو راح زوين بزاف حتى هو كيصفل وجه وكييرطبو في البنات طريقة ضروري غادي نديرها قدامكم غادي نديرها علي الايدين ديالي ونخليهم حتى ينشفوا وعاد نوريكم قشنو بركليهم هنتم البنات قدامكم غادي نديرها ايدين ديالي بجوج بعد الطريقة دائرية طريقة سهلة مش شي صعيبة كتحيض لنا الاطار ديال الحبوب كتنشفهم لنا بالنسبة الاخوات اللي كيعانوا من الحبوب فرا هما غزالين ديال المكونات هذو كيصفوا البشرة كيحيضوا الاطار ديال الحبوب لعندكم بناش تخافوا منها ديروها ديروها البنات ديروها السيدات راح المكونات بسيطة وزوينين بزاف زوينين بزاف سافي قد نخليها واحد للمدة ديال خمسة بقايق حتى تنشف انا هنا ما قدتش نصبر عليها اكتر خليتها غير لتا ديال بقايق باش نصور لكم شوفوا البنات انا را طاليها في الوجه ديالي وفي الايدين ديالي مهم انا بريدكم هنا ايد ديال سافي انا قاتي نخسلها قدامكم باش شوفوا النتيجة على اعين ديالكم باياد يعني الى كنتوا غادين بخارجين ولا الليلة ديال العيد فاستعملوا هات الوصفر هزوينة بزافة بتاعتكم النتيجة بتاعتكم النتيجة سوق بلات يعني من اقل لولا انا البنات كان نخسلها قدامكم مح باش الكاميرا باش تشوفوا باش شوفوا كيفاش كاتصفي كيفاش كاتعتوا واحد من نظارة لي يزوينة بزاف وخصوصا هاد اللي هي مات المباركة العيد على الابواب فاستعملو نطلو في الراسنا نطلو في صحة ديالنا نطلو في الجمال ديالنا راه هاد المكونات بسيطة بلا ما نخسروا فلوسنا في مكونات غالية وكريمات غالية ومكونات عنا موجودة غير في البيت شوفوا البنات ذيك النظارة اللي كتعطي في الايد غزالة بزاف واحد الصفاء واحد البيوضة غزالة طبيعية ماشي ذيك البيوضة اللي مولفتة ولا ديك البيوضة اللي له واحد البيوضة اللي هي زوينة صفاء كتصفي البشرة كتعطيك واحد اللمعان زوين تمنى يا ربي تجربوا هاد الوصفة هذي ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك الفيديو ولا ما كنتم تشتركين في القناة اشتركوا باش يوصلكم ديمة الجديد طبيعية الحال دوركو على زر الجرس باش من ما نحطها كالجديد يوصلكم فيديو جاري صفاء البنات غادي نغسل الديام زيان وانمزحها قدامكم ما غاديش نحبز الكاميرا باش تشوفو باش نشوفها من اللي من اللي نشوفها تشوفو هاكا النتيجة قدامكم ندهني ادي ايا واحد الزبيتة ديال زيت اللوز او لا زيت الكوك او لا الزيت اللي انتم ما معتعمدين عليه او لا طبقتوها للوجهة تلكم نفس الشي تغسلوه وضروري انكم تختموها بالمبارد او من البعض تديرو واحد الكريمة او لا الزيت اا زيت زيت اللوز او لا زيت الكوك غزالين بزاف طب تلحال اي وصف انتم ما بيتو تديروها فما كانت تحكمش انكم تخرجوا فيها للشمش لان الوجهة اللي كتتديرو هكا وصفة طبيعية وتخرجوا للشمش فكيزيد ايك حال فهد الوصفة الطبيعية كيبغيوا تدارو وهاكا وتديرو بالليل او لتديرو معديش تكونوا غادي تخرجوا بالزنقة. سوف يشتيوا البنات غزالة بزاف. اتمنى انكم تجربوها. ولا عشباتكمش ما تنسونيش بالدعاء. خليكم البنات الى فيديو قادم في رعاية الله.